داعش أمام أزمة خطيرة قد تقضي عليه هي ليست مرتبطة فقط بالنزاعات داخل التنظيم والخسارات التي يتعرض لها وإنما في النزاع الداخلي بشأن موضوع التكفير مفتي القاعدة السابق محفوظ والد الوالد أبو حفص الموريتاني أكد لأخباري الآن أن التنظيم في ظل هذا النزاع على أعتاب مرحلة خطيرة جداً ومعرض لحرب داخلية عنيفة نتوقع أن هذا الخلاف إذا لم تتم محاصرته والسيطرة عليه أنه قد يكون أحد عوامل مهمة جداً في انتقال التنظيم من المرحلة الحالية التي هو فيها إلى مرحلة خطيرة جداً هذا الخلاف مع عامل تراجع سيطرة التنظيم على أهم المدن التي كان يسيطر عليها مع استنزاف قيادات التنظيم هذه العوامل الثلاثة حقيقة تجعل تفتح الأبواب أمام التنظيم على أكثر من احتمال التنظيم إذا لم ينجح في السيطرة على هذا الخلاف مع وجود العاملين الآخرين الموجودين التنظيم قد لا يتمكن من المحافظة على كيانه ووجوده الخلاف قد يعصف به يؤدي إلى حرد داخلية داخل التنظيم قد تستقل وتنفصل بعض الولايات وبعض الأقاليم قد يختفي الوجود الظاهر للتنظيم في المدن وفي أماكن التجمعات العامة ويتحول إلى حرب إصابات ضد القوة الأخرى التي تحاربه في المنطقة حقيقة نحن أمام مرحلة جديدة على اعتاب مرحلة جديدة يقف عليها التنظيم وأخطر العوامل المؤثرة في هذه المرحلة هذا الخلاف الذي يوجد بين قياداته وعناصره على أعلى المستويات أنا أظن أن كل احتمالات التي ذكرت هي واردة أمام العوامل التي أشرت إليها عامل الخلاف الداخلي عامل التراشع التنظيم في مساحات التي كان يسيطر عليها عامل فقدان التنظيم لأهم كوادره وقياداته سواء كانت القيادات الشرعية أو القيادات الميدانية العسكرية والأمني نحن تعودنا أن ما يحصل في تنظيم الدولة في المركز في سوريا والعراق ينتقل صداه إلى الفروق فموجة غلو الغلات يعني عتات الغلات حقيقة انتقلت بسرعة إلى ليبيا وشمال أفريقيا وفروع التنظيم خارج المقر المركزي للتنظيم في سوريا والعراق هذا أمر تلقائي وأمر عادي يحصل ولكن بعض الفروع لها ظروف أخرى تختلف عن المركز لأن غالب الفروع الذين يوجدون فيها بينهم كان انسجاما سابقا على انضمامهم للتنظيم كانوا تنظيمات موجودة سابقا والتحقت بالتنظيم بعد أن كانت كيانات مستقلة هذا يحفظ لها نوع من الانسجام الداخلي فيما بينها والثقة الموجودة بين عناصرها التي لا توجد بين العناصر المتنافرة داخل تنظيم المركز الذي يضم من كل الناس ومن كل الجنسيات ومن كل اللغات ومن كل الأوطان وكل المرجعيات التعددية الكثيرة داخل المركز تقل في الفروع والأقاليم وبالتالي قد تكون استجابتها وانتقال الخلاف إليها بدرجة أقل ولكنها حتما سوف تتأثر بما يجري في المركز في سوريا والعراض